دعا وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد من النزاع في سوريا من أجل ضمان إمكان إجراء عملية انتقال سياسي بالسرعة الممكنة موقف الإبراهيمي جاء بعد تأكيد ديبلوماسيين في الأمم المتحدة أنه جرى اختياره لخلافة كوفي أنان مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا فيما انتقدت جماعة الأخوان المسلمين في سوريا تعيين الإبراهيمي لما وصفته بالمهمة القادرة ميدانيا جرت اشتباكات في بعض أنحاء حي صلاح الدين في حلب كما أكد قائد كتيبة درع الشهباء في جيش السوري الحر أن قيب حسام أبو محمد لوكالة فرانس براس مشيرا إلى أن الجيش الحر تمكن من استرجاع نصف أجزاء حي صلاح الدين وتحديدا شارع الشرعية وأظهر شريط فيديو تنقلته مواقع الإنترنت المعارضة صورا أكد المعارضون أنها من أجزاء من حي صلاح الدين إلا أن التلفزيون الرسمي نقل بدوره صورا تظهر تمركز الجيش النظامي في عدد من شوارع حي صلاح الدين وأشار إلى أن القوات النظامية تعمل لتطهير ما تبقى من الحي المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جهته أن الجيش السوري يقصف أحياء عدة في حلب من بينها حياص صخور وشيخ فارس فيما قال التلفزيون الرسمي أن القوات النظامية تواصل ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المسلحة في عدد من أحياء حلب وأشار إلى أن بعض هذه العناصر من الجنسيات اليمنية والأفغانية وأكدت وكالة سنة أن القوات النظامية صدت هجوما لمجموعة مسلحة على مطار حلب في هذه الأثناء خرجت تظاهرات في عدد من المناطق السورية في جمعة سلحون بمضادات الطائرات سياسيا أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك تكثيف الاتصالات الدبلوماسية لدولته بالمعارضين السوريين الذين ستقدم لهم لندن مساعدات إضافية لا تشمل أسلحة سنواصل أولا عملنا مع المعارضة السورية وخصوصا مع ممثلي الجيش السوري الحر لتأمين استعدادهم للسقوط الحكمي لبشار الأسد وفي هذا السياق أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق النازحين شالوكا باياني في بيان أن انتهاكات حقوق الإنسان أدت إلى نزوح كبير للسكان في سوريا وطالب السلطات السورية بتسهيل مهمة الفرق الإنسانية بحيث تتمكن من التواصل مع من يحتاجون إليها وبحسب الأمم المتحدة فإن مليون ونصف مليون سوري نزحوا داخل بلدهم بينهم مئتاء ألف غادروا مدينة حلب في الشمال من جراء المواجهات العنيفة